اختتمت اليوم عمل خلوة عام الخمسين برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الآلى للقوات المسلحة وبمشاركة وزراء حكومة دولة الإمارات ومسؤولي الجهة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن دولة الإمارات استطاعت منذ تأسيسها وحتى الوقت الحالي تحقيق تجربة فريدة ونجاحة متوالية في شتى المجالات بفضل الرؤية المستنيرة التي أرسها الأباء المؤسسون مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لخلوة الخمسين يتمثل في رسم ملامح المرحلة المقبلة وصيغة محاور وتصورات مبتكرة تثري مسيرة التنمية في الدولة وقال سمو إنه في الخمسين الماضية بدأنا من صحراء الإمارات ووصلنا إلى صحراء المريخ وفي الخمسين المقبلة ستكون أحلامنا أكبر وكذا سمو أن الإمارات قدمت للعالم نموذجا تنمويا فريدا يضع الإنسان محورنج لجميع خطط التطوير وتنمية الاقتصادية وقال سمو قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأننا في دولة الإمارات لا نعترف بالمستحيل والإمارات في الخمسين سنة القادمة ستكون متفردة بإنجازتها لدينا القوى العلمية والمعرفية والاقتصادية ولدينا محمد بن زايد كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن الإمارات أصبحت أرض الفرص وتحقيق الطموحات في عيون الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين لدينا بيات اقتصادية جاذبة وبنية تحتية متطورة وأطر تشريعية مرينة ودعمة لنمو الأعمال والأهم من ذلك مجتمع متسامح ومتربط وقال سمو إن مشاركة محمد بن زايد في خلوة الخمسين تضع رؤية جديدة وواضحة لدولة الإمارات في الخمسين المقبلة من جانبه أكد صاحب السمو شيخ محمد بن زايد الانهيان أن دولة الإمارات تتطلع إلى المستقبل وتنظر بكل فخر وتقدير إلى الأباء ومن أسس دعاء من الاتحاد وقال سمو الخمسون سنة التي مضت كانت سنوات تقدم ورخى وازدهار وإنجاز وفي الخمسين القادمة نحتاج إلى حركات أسرع لأن طموحاتنا أصبحت أكبر وقال سمو إن الذي لا يستطيع مضاعفة جهده وإنجازاته عشرة أضعاف لن يكون ضمن فريقنا الحكومي خلال الفترة المقبلة إننا نثق بحكومتنا والكفاءة المؤهلة التي تقود مسيرة التطوير في الحكومة الاتحادية وقال سمو عودنا محمد بن راشد على الرقم واحد ولن نتخلى عنه وهدفنا المنافسة العالمية